الدينار في مقابل الدولار معركة خاسرة أخرى تخوضها الحكومة في بغداد للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية في ظل التدهور المستمر الذي يشهده الدينار والملوم الأول هو عجزها أو إن صح القول بالتحديد تواطئها مع عمليات تهريب العملة الأجنبية للخارج ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن قرار البنك المركزي في العراق بحصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار سيجر الاقتصاد لأزمات جديدة عنوانها الفوضى ستمكن السوق السوداء من ابتزاز التجار والمواطنين وتحولها لثقب أسود كبير يجفف العملة الأجنبية في العراق ويؤكد المنتقدون أن كل القرارات التي أصدرها البنك المركزي والحكومة لن تسيطر على سعر الصرف أو تعيد استقراره ما لم تتم السيطرة على عمليات تهريب الأموال خاصة إلى إيران على الجانب الآخر يقول البنك المركزي العراقي إن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر وينسجم مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق بادرة مهمة للعلاقات بين المصارف في العراق والمصارف العالمية المعتمدة هذه العلاقة لا يبدو أنها ستسير كما تشتهي الحكومة في بغداد مع عدم ثقة وزارة الخزانة الأمريكية بإجراءاتها واتهام نائبة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيت روزنبيك صراحة للسوداني بالتواطئ مع ما يجري من عمليات تهريب الدولار وتهديده بفرض عقوبات جديدة على المصارف الموالية لإيران في العراق لكن السؤال الأبرز اليوم في العراق حول موافقة إيران بالفعل على دعم قرار البنك المركزي في العراق بالتعامل بالدينار العراقي أو بعملة أخرى غير الدولار بالحوالات وهي التي لطالما أحرجت حكومة السوداني وابتزتها بقطع الكهرباء عن مخافظات العراق لإجبارها على دفع الديون بالدولار رغم العقوبات الأمريكية